ترجمة نانسي قنقر مرحمة السعلي والموليد ورحمة الله كان عندنا ماء أعدى هي ماء كان هناك حب تراث الجبلية حب تراث أصيلة بريبيا وكان دائما دائما كان مجدين الحمد لله يجوز عن الحمد للتقاء فهو دائما كان دفع لها يقول الحقيقة أحسن ترحم ماء أعدى وهذا ماء ترجمة نانسي قيالة وكذلك ترحموا عليه ترحموا هذه أغطرتناه نوع للسعادة لأن الحمد هو تقديم ماء أعدى فعرس حضرنا عرس كان الحمد لله بصفة عمى في تأيام من بعد الوباء والناس كانوا ينسوا على جدان كمفرحانين السلاق راحيم بين القبائل السلاق راحيم بين جيالتجرة طوال السلاق راحيم بين صفة عمى بين كل موحبين دي المرطة فهذا كذلك شجعناه بيش السنة جاية إن شاء الله نخدموه ونحاولو نضيفوها أكثر دولياً حضور مهم كان تشرفنا اليوم بالحضور دي السفير شمالك إسبانيا اللي حضر معنا حضر معنا تذلك محد كلمة للصداقة والتراحيم على ما قام به الشريف المريض في حياته بيش أتقى دائما بالعلاقة الإسبانيا المغربية لأن التصوف هو العمل دي التقرب للثقافة فتصوف كذلك هو المحبب فإحنا خلقنا في هذا الجانب وإن شاء الله تحمل كذلك ودائما نشتعبوه دي الحوار الثقافة إسباني أفريقي حبرت وشتوب عنا وعدات مجلسيات مغربية حضر معنا شباب وشخصيات مغربية ومن موريتانيا كذلك الانتوجات في الحياة يجوا ويتعرفوا على المنطقة الدين ويوريوا بانتوجات ديالهم فهذا فضأ مطا من الخيل المتميز من الخيل أعظم الخيل المجلسي في العالم ويصبح فضاء ثقافي فضاء هو ثقافات تشجيع السياحة الجبالية مهيب جدا فضاء لم يكن معروفة ولكن على سعى الدولي الحضور للصحافة الدولية أعطي إشعاع والحضور شكرا جزيلا أعطيكم هذه السنة أخذتوا العبء الإدارة التداورة أول مرة تقليد بعض المسائل المستوى المستوى للتداورة العالمية الحمد لله الحمد لله اجتدنا كذلك قطور اللي يتعامنوا معنا والي ناجحة الدورة هذه الشباب اللي عندهم غيرة على المنطقة ويحبوا المنطقة وشفتوا بأنه الحمد لله النهاية اللي قلنا شفتوا بأنه شفنا اللعباء شفنا اللطاء فهمنا فهمنا فرحنا فرحانين طبعا توجه لأنها منافسة شريفة ولكن منافسة في المرات قوية بصفة عما حضرتوا صهراء كانت صهراء متميزة بحضور مهمين نحن في البادية الحمد لله نحب البادية وغربها بصفة عما يحبوا هذه المنطقة والحمد لله نشهد اللي كانت طلبوا إن شاء الله فهمنا تنظوم هذه المرائجة معها ويحضر معنا ويطرق باش الناس المستقبات يبقوا يجيو لأنه مالك يجي المطار راك يعملوا واحد خمسة مالك يجي راك يحب مطار راك يجي شيغا لك يقول أنا غانشوك شمك لا لا ستاد كيلومد للبيست محيف مطار شكرا جزيلا لتوجه ديركم شكرا إشعاد ديركم شكرا تعاون ديركم شكرا لكم نحن نشوفوا بي أن ما تحديد الغدار هذا شكرا لكم